السلام عليكم أبناء الطلاب كمبيوتر نتورك EE453 في هذا الجافة أبلت راح نحاول نوضح فكرة الفلو كنترول اللي أخذناها في شابتر 3 خلينا نشغل الانيميشن طبعاً في هذا الأبلت راح نسوي animation that interaction between the sending application the TCB sender buffer and the TCB receiver buffer تعرفون أنه أثناء عملية TCB transmission data for example from host A to host B الhost A راح يكون عنده buffer لإرسال هذه البيانات وأيضاً الhost B راح يكون عنده buffer لاستقبال البيانات قبل ما في الريسيفر الapplication read data أو chunk of data from the buffers اللي تكون عادةً تأخذ sometimes فأحياناً هذا البفر لأي سبب إن كان يصير full فبالتالي في هذه المرحلة لو host A أرسل host B والbuffer full راح يصير offer ويم للريسيفر ويضغط الريسيفر أكثر فالفكرة هنا الflow control عن طريق الفيلز اللي هي سمنا الwindow size يقدر الريسيفر يعطي acknowledgement أو يتبادل بيانات مع السندر عن حجم البفر المتبقي اللي ممكن يستقبل فيه بيانات وإذا كان هذا البفر full راح يرسل في الهيدر الhost B إلى يشعر host A يقول له الwindow size عندي أو الريسيفينج ويندوز size zero معناة zero أنه عندي ما أقدر أستقبل أي بايت من عندك مليانة هذا معناها zero طبعاً خلينا نشوفها في هذا السموليشن كيف تتم العملية ورح أتكلم عن مشكلة بعد شوي راح نشوف كيف يحلها التي سي بي عموماً خلينا نختار حجم الملف خلينا نحطه كبير شوي 16 كيلو بايت وبافترض البفر size 2 كيلو بايت يعني عندي 16 كيلو بايت ولكن لازم تتم البفر size على 2 كيلو بايت كل مرة خلينا نشغل السموليشن ونشوف ماذا يتم بين host A و host B وكيف تتم العملية شايفين 16 كيلو أنه أرسل لا إله إلا الله البيانات خلينا نسوي stop زي ما أنتم شايفين في الحالة الأولى كان buffer size 2 كيلو بايت أرسل أول 2 كيلو بايت خلينا يعيد ال application أفضل reset 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 عيد أفضل على أساس أبين لكم في البداية وش رح يصير low control ونكبر الشاشة زي ما قلنا نفترض أنه حجم الفايل 16 كيلو بيت وعندي buffer size 2 كيلو بيت ممكن أغير البراميتر هذه لكن دعنا نشتغل على هذا الأساس لاحظ عندك 16 سأقوم stop قليلا عندك 16 كيلو بيت أرسل أول 2 كيلو بيت لأن buffer ما يتسال الأول كيلو بايت وأرسلها في link طبعا وضع عدد المرسلة في data 2000 وهو 2 كيلو بايت 2048 بايت لا تنسى كل 1000 تساوي 1024 2000 تساوي 2048 بايت وضع sequence number بداية من 0 وأرسل البيانات دعنا نكمل هنا buffer is full لأن قلنا buffer size 2000 فاستقبل 2000 من link full الآن في البداية رد عليه لابد يعلم أن declaration استقبل 2048 صعلها declaration وقال window size 0 يعني window size تتغير حسب ضبطية flow control إذا امتلا البفر يشعر والله مليان عندي كيف يشعر يحط في حق window size في الهيدر حق TCP window size في receiver 0 مما يعني أنه full فبالتالي ما يقدر يستوع بيانات جديدة إضافية الآن خلينا أكمل وعلمكم المشكلة ثانية رح تظهر لنا لاحظ لاحظ هنا طبعا window size كان لا إله إلا الله 0 فهنا السندر أرسل بيانات بمقدار واحد بايت وما زال رقم السيكونس اللي بعد طبعا هو أرسل 0 وحجم البيانات كان 2048 الآن ما أرسل 2 كيلو أرسل بس واحد بايت 2 كيلو هذا السيكونس اللي بعد التالي لكن ليش أرسلنا 1 بايت معنا البفر فلي هنا في ملاحظة وذكرها المؤلف في الكتاب قال لك افترض إنه الهوست بي ما عنده أي بيانات يرسلها إلى الهوست A وعنده البفر بدأ يعني يفضى أو بدأ يصير فيه مكان لاستقبال البيانات فهنا التي سي بي كونيكشن لن يرسل أي بيانات لأن ما عنده الهوست بأي داتا يرسلها في الوقت اللي يشعروا عن الويندوز يعني هو راح يرسل داتا ويقول الويندوز والله كانت فاضل أو ما عنده داتا طيب كذلك هوست A ليه لأنه ما يقدر يرسله الويندوز طيب هالحالة ويش راح يكون راح يستوقف ال تي سي بي كونيكشن ورح يقدر يرسل لحل هذه الإشكالية الهوست يرسل وان بايت فقط وان بايت فقط على أساس يخلي هوست بي يرد عليه بأكنولوج مثل هذا البايت لو كان الويندوز فاضية فرح يقول له والله كأكنولوج منت للون بايت راح يرد عليه ويعطيه معلومات عن الويندوز يقول الويندوز أصبحت فاضية أو يقول له زيره مرة ثانية فرح يرسل وان بايت يعني وان بايت هذه بس عشان على أساس تستحث هوست بي لكي يسوي اكنولوج وفي نفس الوقت يرسل معلومات عن الويندوز التي في المرحلة القادمة خلينا نشوف نشغل نشوف الآن طبعا ما زال الويندوز فرد فل أرسل مرة ثانية وان بايت يبغى لعله وعسى أن تفضى هذا البفر ويقرأ الابليكيشنز هنا في الهوست بي يقرأ البيانات من البفر ويصير ريليز للبفر ويفضل البفر على أساس يشعره هنا خلينا نشوف ما زال زيرو data أها لاحظتوا الآن رد عليه بزيرو وقالوا أنا ما زلتك نلجمت على آخر شيء اللي هو 2048 اللي أنا استقبلتها منك الآن البيانات قرئت من الابليكيشن في هوست بي شو شو رح يصير نمش شي أرسل وان بايت ولكن الآن البفر لاحظه فاضي الآن شو بيصير يبيقول الويندو سايز ما زال نلجمت على 2048 ولكن الويندو سايز الآن فاضي يعني تستوعب 2 كيلو بايت جديدة هذا الويندو سغيرها إيش الهوست بي فلازم يرد عليه فالآن وش راح يسوي الهوست اي بوقف لاحظ دائما فاضي فأرسله 2 كيلو بايت ثانية جديدة ولكن أصبح طبعا الـ ابتداء من 2048 هذا اللي آخر كنا وصلنا له شايفين الآن بما أنه استقبل 2000 وحين 2000 ثانية صار مجموعة 496 رد عليه قال اقنالجمت 4000 اكومولاتف 4096 والويندو سايز 0 لأنها فل الآن ما بعد قراءها الابليكيشن في الهوست بي فخلينا نستكمل نفس القضية لازم أساس ما يتوقف العملية أرسل 1 بايت كده بس مجرد أنه يبغال يسوي لأقنالجمت هل فضت عندك البفر ولا ما فضت الآن والسيكوينس طبعا وصلنا الـ 4096 رد له الآن قال أنا أقنالجمت 4096 والويندو سايز رجعها إلى 2000 فاضي 2000 الآن أقدر أستوعب منك أرسل أرسل الـ 2000 الثالثة صار وآخر سيكوينس نمبر وقفنا عليها 4096 أرسل الثالثة الآن رح يستقبل بالبفر ويقول ويندو سايز زيرو ليش زيرو إنه مليانة لم يقرأها الـ host بي حتى الآن موجود بالبفر ولكن استقبل إلى 6144 اللي هي 6 كيلو والويندو سايز زيرو مليان نفس الطريقة أرسل وين بايت عساسي يجبر host بي للرد أكنالجمت على ويعطيه معنوات عن الويندو لأنه لو ما أرسلها لون بايت ممكن يفضى الـ host بي يفضى البفر والـ host بي يكون صدفة ما عنده بيانات هو يرسلها لأنه تنسون الـ tcp احنا اتفقنا أنهم فل دوبليكس يعني كل واحد يرسل للثاني ويعطيه ايكنالوجمت يعطيه داتا بس لو السيناريو ما في داتا بي بيرسلها إلى host a وكذلك البفر فل لما يفضى البفر host بي ما عنده معلومات يرسلها قد توقف العملية هذه ولا يدري host a أي معلومات عن البفر النفضي إلا بهذه الطريقة إرسال one point على أساس فقط يعني يجبر على الرد على معلومات الويندو ويقدر يرسل مرة ايش أخرى زي ما قلت لكم وخلصت لكم من الشميليشن شايفين الويندو سايز زير وطبعا أكلون رجمة آخر شي 6144 الآن يأخذ one point بس sequence number آخر شي 6144 آها الآن فضي البفر بيطلب الالفين الرابعة قالوا أنا الآن البفر عندي يستوعب الويندو سايز عندي في الرسيفر يستوعب الـ 248 كالسيفر وأنا acknowledgement 6144 اللي هو آخر شي استقبلته منك أرسله اللي بعده 2048 و2003 بعده وقال sequence انتدام 6144 حين راح يستقبلها ويقول الـ 8000 اللي هو الـ 2 كيلو الرابعة اللي هو حين وصلنا الـ 8 كيلو تقريبا 8192 بايت وويندو سايز 0 بنفس الآلية الين يتم إرسال جميع البيانات خلينا سرع العملية خاصة تضحت الفكرة لأن يتم نقل الملف كله الآن 0 آخر 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 2 كيلو قراها أرسل ويندو 0 طبعا ما عنده بين التنس خلاص الآن اكتمل الفايل عند الهوست بي أتمنى يكون السيميليشن هذا واضح لكم أتمنى أتمنى تلكم بالتوفيق شكرا